هذا وبرز دور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدان هيان رئيسه دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة على الصعيد الاقليمي والدولي في حفظ الامن والاستقرار الدوليين من خلال ما قدمه من مبادرات مهمة ومشاركات فاعلة تبنتها دولة الامارات في مختلف المحافل والقضايا في المنطقة والعالم الامارات العربية المتحدة الدولة الفاعلة في محيطها العربي والدولي لعبت دورا مهما واستراتيجيا في الدفاع عن مصالحها ومصالح دول المنطقة في ظل الصعوبات والتحديات الامنية والدولية الكبيرة التي تمر بها دول العالم برز خلالها دور سمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان كقائد عربي تولى العديد من المهام والمناصب العسكرية والامنية خلال العقود الماضية ما مكنه بحكمته وخبراته المتراكمة ومبادئه الراسخة من تحقيق مكانة مهمة للامارات في الدفاع عن قضايا المنطقة والحفاظ على امنها واستقرارها وسلامتها من خلال مشاركاتها الفاعلة في مختلف المحافل العربية والاقليمية والدولية سمو الشيخ محمد بن زايد عمل على تطوير وتعزيز قدرات القوات المسلحة العسكرية الاماراتية بشكل كبير جدا لتكون قوة فاعلة حامية لمصالح وطنها وجوارها العربي والإسلامي بكفاءة وقدرات عالية جدا وذلك بدعم وتوجيهات من رئيس البلاد الراحل سمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان وذلك من خلال التسليح النوعي والتأهيل العسكري المتطور والتدريبات المكثفة علاوة على المشاركات في التمارين المشتركة والتحالفات العسكرية المهمة أبرزها قوات درع الجزيرة العربية والتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف العربي لحماية الشرعية في اليمن الشقيق بقيادة المملكة العربية السعودية وغيرها من المشاركات النوعية لتكون الإمارات بقيادته حفظه الله قوة للخير والسلام وأمانا للمجتمعات والأفراد من كل المخاطر المحدقة وعلى الصعيد الدولي كان لسمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان بقيادة أخيه الراحل الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس الدولة السابق دورا مهما جدا في الحفاظ على الأمن والسلم الدولي حيث تولت الإمارات بدعم منه حفظه الله رئاسة مجلس الأمن الدولي مطلع العام الجاري ما يعد شاهدا على مكانة الإمارات الأمنية والعسكرية ليس فقط في محيطها العربي والإقليمي إنما على الصعيد الدولي ليكون لها دور محوري في حلحلة القضايا الأمنية والعسكرية على مستوى العالم وهو ما جعل من الإمارات محط احترام دولي كبير في ظل ما تقدمه من جهود حثيثة على مختلف الأصعدة قادتها إلى مصاف دول العالم بكلمة مسموعة ودور فاعل ومؤثر